السلام عليكم و رحمة الله اهلا بكم كان في احد المتابعين طلب مني ان انا اشرح له طريقه ازاي باستخدم الجرافيك تابلتES في شرح الدروس في الفيديو ده هعرفكم ازاي باستخدم الجرافيك تابلتش في شرح الدروس الخاصة بالرياضيات طبعا تقدر تستخدم الجرافيك تابلت باستخدر في المواد العلمية او حتى في المواد الأدبية هيساعدك و يجعل المجهود بتاعك اقل الجرافيك تابلت حيوفررلك مجهود وجهه تكفي لك وطبعا بيخليك تقدر تستخدم الخط اليدوي العادي في الجهاز الكمبيوتر بدعك ايه هو الجرافيك تابلت اللي ما يعرفوش الجرافيك تابلت ده جهاز بيساعدك على ان انت تقدر تكتب خط يدك على الكمبيوتر وطبعا بيوفر عليك وقت كبير جدا وخصوصا في المواد العلمية زي الرياضيات والفيزياء والكيمياء وغيرها طبعا انا هعرفكم دلوقتي ازاي بيشتغل على الموضوع بكل بساطة ده طبعا زي ما انتم شايفين الجرافيك تابلت هنطلعه من الجرافيك بتاعه وهنبدأ نشتغل عليه خليكم معي ده الجرافيك تابلت زي ما انتم شايفين هو عبارة عن تابة كبيرة بحجم 12 انش 12 بوصة ومع قلم هنقدر نوصله باللاب توب دلوقتي ونشتغل عليه بكل سهولة يلا بينا نشوف ازاي هنشتغل عليه الاول هنفتح اللاب توب بعد ما فتح الجهاز طبعا هتكون مجهز عرض باوربوينت يكون عندك جاهز ستشتغل عليه قادل باوربوينت بيفتح قدامكم تلوقتي عرض الباوربوينت يفتح معانا زي ما انتم شايفين بيكون مجهز الدرس قبل كده الدرس بيكون عبارة عن طبعا بتشرح المفاهيم الخاصة بيك ولما مثلا يكون في سؤال زي كده بتكون مكتوب اوجد مثلا قيمة زين وانت مطلوب ان انت تحل طبعا انت مش هتكتب الاجابات هنا دلوقتي هتكتبها بالجرافيك تابلت اثناء التسجيل يبقى ندوقتي معي الباوربوينت طب اعمل ايه بعد كده طبعا هتجيب الوصلة بتاع الجرافيك تابلت وهتوصلها بالجهاز طبعا ده وصلته يو اس بي عادي فهتوصلها باليو اس بي كده وصلنا لو انت اول مرة توصل الجرافيك تابلت يبقى اللي هو البي سي بتاعك الخاص وهتلاقي هنا عندك يو اس بي درايف فتح جديد زي الفلاشة هتفتح عليه وهتلاقي عندك هنا الجرافيك تابلت موجود هتفك الضغط من عليه لانه طبعا ملفه مضغوط وهرار هتقول كليك مين وهتقول فك الضغط هيظهر لك هنا مجلد هتفتحه هتلاقي ملف التسطيب موجود هتعمل بس ستقب وانتهى طبعا انا عامل اصلا ستقب لي فمش هعمل ستقب مرة تانية يبقى انت مجرد ان انت تعمل ستقب طبعا الجهاز بيكون معا في ملف التعريف الخاص بي طيب بعد ما عرفنا ونزلنا التعريف وخلاص الباور بوينت معايا المفروض ان انا اسجل ازاي دلوقتي عندي تلات طرق للتسجيل يعني اما باستخدم برنامج اللى هو كامتازيا انا عندي برنامج كامتازيا ممكن اسجل به اسجل به الشراحات يعني مجرد ان انا شغل كامتازيا او شغل التسجيل هيسجل معايا كل اللي بيحصل على الديسكو توب او ان انت تسجل ببرنامج زي الاو بي اس استوديو ده برنامج خفيف وسهل وبسيط ممكن برضه تسجل به او كمان ممكن تسجل باستخدام الباور بوينت نفسه هتلاقي عندك حاجه اسمها عرض الشرائح. وهتلاقي عندك تسجيل عرض الشرائح. اي طريقة تعجبك سجل بها. خلينا نجرب نسجل بالباوربينت لان دوقتي اسرع واسهل. انما انت لو حابب تسجل بشكل احترافي يبقى تستخدم الكامتازي او الاو بي اس. اي حاجة تعجبك فيه مفيش مشكلة. يلا بينا نجرب نسجل بالباوربينت. انا هقول تسجيل العرض. زي ما انتم شايفين بدألي من الشريح اللي انا واقف عليها. وعندك فيه هنا زر اسمه تسجيل فوق. وكمان هنا اقاف واعادة التشغيل. وهنا طبعا فيه زر المايك. طبعا هتكون موصلة للمايك الخاص بك. المايك ممكن تستخدم مايك السماعات عادي جدا ما فيش اي مشكلة. او تستخدم مايك احترافي زي لانا ما استخدمه دلوقتي. بس طبعا اي مايك يمشي معاك ما فيش اي مشكلة. هتوصل المايك وتسجل به. يلا بينا نشوف هنكتب ازاي بالالم. الجرافيك تابلت بيجي مع الم زي ده كده بالظبط. شايفين? طيب الالم ده هستخدمه ازاي? تعالوا نجرب. ادي الجرافيك تابلت قدامي ها. وادي عرض الباوربوينت. وهتلاحظ هنا في الباوربوينت موجودة عندك الالوان الاقلام والمحايا والالوان الخاصة بالكتابة. انا بس مجرد هختار النوع الالم واللون وهكتب. طيب هكتب ازاي? الاول نعمل بدء تسجيل. كده بيعدي تلاتة اتنين واحد ويبدأ يسجل معاك. طيب ابدأ بقى ازاي احل? لو انت لاحظت انا دلوقتي بتحرك بالالم. لما بتحرك هنا بالالم. بيظهر قدامي مؤشر هناك. مسلا اكتب اي شيء. هقول ان زوية سين زائد مية خمسة وثلاثين زائد خمسة وعشرين. شايفين? انا بكتب هنا. وبيظهر هنا على الكمبيوتر. اللي انا بكتبه بيزا. اكتب له مثلا بيساوي هنا اكتب بيساوي. مية وتمانين. لحظه اللي انا بكتبه بيظهر هنا. طبعا انت بتكتب هنا وبيظهر عندك فوق. وتكمل حلك عادي جدا سين زائد. لو جماعنا دول مع بعض هتطلع الاجابة مية وستين. بتساوي مية وتمانين. زي ما انتم شايفين كده. بابدأ احل عادي جدا واشرح. وما فيش اي مشكلة. كل اللي انا بكتبه هنا بيظهر معي هنا في الشرح. وطبعا التسجيل شغال. طبعا الموضوع بسيط جدا وسهر. وبيخليك تقدر تحل في وقت قصير مسائل كتيرة جدا. وكمان بيكون الشرح بالنسبة للطالب اوضح واحسن. فاستخدامك للالام اللي هو الجرافيك تابلت اللي انت بتجيبه ده. هيسهل عليك امور كتيرة جدا وخصوصا لما تكون انت بتدرس مواد عالمية. طبعا لو انت عايز تعرف سعره كام. هتلاقيه موجود في علي اكسبريس تقريبا سعره اربعة وعشرين ريال الى تلاتين ريال. وفي انواع تانية كتير لو انت حابب تجيب انواع اغلى من كده براحتك على حسب ما انت حابب. بعد ما منخلص الشرح بنعمل ايقاف للتسجيل. وبكده يبقى خلاص احنا سجلنا ونقفل خلاص. ويبقى احنا الشرح اللي احنا شرحناه موجود زي ما انتم شايفين هنا. ما بيتمسحش. واصبح دلوقتي انا قدرت احل السؤال بسرعة. افضل ما اكتبه بالكيبورد العادية. واتعب في كتابته. يا رب يكون الفيديو عجبكم. طبعا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة. وتفعلوا زر الجرس عشان نوصلكم كل الفيديوهادي الجديدة. وهشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم.